بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم النهاردة هنعمل مع بعض البسلة في اللحمة بطريقة سهلة وبسيطة مش هتاخد منك ولا وقت ولا مكهود ولا هتسلوق البسلة ولا هتسلوق اللحمة وهنعملها بطريقة جميلة جدا انتوا اللي هتجربوا وهتحكموا وهنحافظ على القيمة الغذائية للبسلة واللحمة ويلا بينا بقى كده نشوف الطريقة اللي احنا هنشتغل بها والمكونات بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم هحتاج معايا نص كيلو من اللحمة وكمان تكون مقصولة كويس كده ومنقوعة كويس وهحتاج عليها نص قرن كده أو قرن صغير من الفلفل الحامي الأحمر ونص كيلو من البسلة واثنين بصلة متوسطين الحجم وهنحتاج معلقة صغيرة من الفلفل الأصمر والكمون ورشة بسيطة من الإلفة وبهرات اللحمة وكمان نص كيلو من الطماطم المضروبة في الخلاط بحاجة بسيطة كده من المياه ونحتاج لأربع فصوص من الطم دقينهم كده أو فرمينهم بنص قرن فلفل أغضر ونحط بقى الحلة بتاعتنا على النار وقطع صغيرة كده من الدهنة مفيش مشكلة لو استغنيتي عنها وننزل بالسمنة بتاعتنا لو حابة تحط زيت مفيش مشكلة أنا بحب حط السمنة كده مع الطبيق بتدي طعم جميل جدا نقلبها تقليبتين ونبدأ ننزل بالبصل بتاعنا القطع بتاعته مش كبيرة قوي قطع متوسطة ونقلبه بقى لحد ما نتبله ونوصله للونه يصفر كده مش هحمر البصلاية خالص أنا هتبلها بس الطريقة دي جميلة جدا وجربوها وإن شاء الله مش هتبطلوا تعملوا البسلة بالطريقة دي وبالشكل ده ده اللون اللي أنا محتاجاه أو أنا كده تبلته هبدأ أنزل بقى باللحمة بتاعتي حابة تصغر الكطع عن كده أو تكبراها عن كده أنت ورحتك وكمان تقطيعة الفلفل لو أنت مش حابة تحطيها ممكن تضربيه في الخلاط بيفرق جدا مع أي طبيق دايما استخدموا الفلفل الأحمر البارد أو الحامي لو أنتو بتحبوه مع أي طبيق بيدي نتيجة جميلة جدا بعد عشر دقيق بيكون شكلها بالشكل ده ببدأ أنزل عليها بالتوابل بتاعتي وكمان هحط كده رشة من السكر علشان تسرع تصويت اللحمة وكمان علشان خاطر الطماطم اللي إحنا هنضفها للمكونات بتاعتنا اللي إحنا هنضفها للبسلة تضيع الحمودة وما تعملش يعني حرقها هغطي عليها بقى واسيبها ربع ساعة كده على نار هادية بالشكل اللي أنتو شايفينه ده النار في الأول كانت متوسطة البخار هنا بقى طلع وغطى شوية على الكاميرا لكن أنا ما عملتش حاجة أنا قدتها تقليبة وهبدأ أنزل عليها بالنص كيلو من الطماطم ضربها بحاجة بسيطة بس من المية كمان أنا ما صفتوش هنا لو أنت حابة تصفيه مفيش مشكلة يعني لحابة تضرب الطماطم وتصفيها برضو مفيش مشكلة هغطي عليها بقى واسيبها ربع ساعة لحد ما تبدأ أن هي تتسبك معايا كده في اللحمة اللحمة أنا ما سلقتهاش ولا حاجة بالشكل اللي أنتو شايفينه ده شايفين ما شاء الله سبكت خالصة هيت مع اللحمة بتاعتي وكمان اللحمة بدأت تخش في التسوية يعني فضل الله حاجات بسيطة وتستوي اللحمة هنا ما كانتش كبيرة علشان كده أنا ما سلقتهاش وكمان علشان زي ما قلتلكم كده أحافظ على الكيمة الغذائية اللي في اللحمة بتاعتي تنزل كلها الكيمة الغذائية كده في الطبيق بتاعي هبدأ بقى أنزل بالبسلة بتاعتي مقطعها عليها جذر زي ما انتو شايفين لو حابين تحطوا بطاطس ما فيش مشكلة انتو راحتكم نديها تقليبة حلوة كده ونغطي عليها برضو لمدة تلك ساعة بقى على نار برضو يعني ما تكونش عالية قوي لا هي متوسطة ولا هي هادية في الوسط كده بالشكل ده بعد ما سبتها برضو شوية خلاص كده هبدأ ان انا بقى ايه هي شربت السوس بتاعي كله وخلاص بدأت ان هي تنشف هبدأ تنشف هبدأ انزل عليها بقى بمية كده زي ما انتو شايفين مية بس مغلية بالشكل اللي انتو شايفينه ده هبدأ كمان احط بقى الملح بتاعي على حسب الرغبة هنا الملح على حسب الرغبة انا حطيت حوالي من معلقة كده بس مش مليانة او بالشكل اللي انتو شايفينه ده واغطي عليها بقى لحد ما تستوي خالص طعمها جميل جدا جدا وفي ثانية كده ما خدتش يعني ما بتحتكش منك لغلبة ولا حاجة لا تسلق دي ولا تسلق دي بالشكل اللي انتو شايفينه شايفين ما شاء الله شكلها جميل جدا ورحتها وطعمها وحاجة تفتح النفس ما شاء الله كمان يا حبيب انا ما سلقتش البسلة لو خدت بالكم البسلة صبحة خضرة يعني لسه طازة وبالشكل ده نكون خلصنا كده الوصفة بتاعتنا وتكون البسلة بتاعت استوت ومية مية هقدمها بقى معاكم دلوقتي شايفين ما شاء الله شكلها جميل واللحمة كمان استوت وبالشكل ده اهوت خلاص انا فطتها كده في طبقة عندي ومشاء الله شكلها جميل جدا ولو انت حابة تخلي الشربة بتاعتها زيدة شوية عن كده ما فيش مشكلة انت ورحتك يعني حابة تزوديها عادي انا بالنسبة لي ما بنحبش يعني ايه يكون فيها مية كتير يكون كده احسن يعني بالنسبة لنا انت حابة بقى تزودي الشربة بتاعتها عن كده ما فيش مشكلة زوديها برعتك وبقدمها بقى معاكم كده في طبق صغير مع قطع من اللحمة وناكل كمان جنبها الرز العيش زي ما بتحبيها وبالفة هانة وشفة طريقة جميلة وسهلة وبسيطة خالص وزي ما قلتلك بتحافظي على القيمة الغذائية للبسلة واللحمة وكمان نسيت اقول لكم لو انتوا حابين تحطوا معلقة من صلصة الطماطم ما فيش مشكلة تقدروا تضيفوا معلقة وكده يا حبايبي اكون خلصت الفيديو بتاعي يارب الطريقة والوصفة تكون عجبتكم ما تنسوش بقى لايك جميل كده للفيديو وكمان سبسكرايب للقناة ومشاركة بقى ويريد تتابعوني كمان على صفحتي على الفيسبوك ومنوعاته مزياد واللي جاي افضل واحسن باذن الله وكمان بالمناسبة انا عدلت هنا الاضاءة يارب الاضاءة تكون عجبتكم في الفيديو ده واترككم في رعاية الله وحفظه وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلام